السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درسا جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو كيف أشكل جملة إنجليزية صحيحة بشكل سهل فهم وليس بصم ونتحدث عن كيفية استخدام الضمار في اللغة الإنجليزية تابع معين هذا الفيديو هناك الكثير من المعلومات المفيدة التي تساعدنا على تشكيل جملة إنجليزية بشكل صحيح لدينا هذه الجمل نحاول نترجمها مع بعض إنها غيمة سوداء يأتي شخص يقول إنها كيف أقول إنها؟ هنا يدخل بمطاب إنها يخماخدنا إنها كيف إنها؟ دائما نعرف إحنا فيه عندنا ضمار ضمار بحالة الفاعل مفعول به بحالة الملكية وصفات الملكية وبحالة ضمار الملكية في بداية الجملة ما عدت ضمار بحالة الفاعل يعني عندنا I, He, She, It, We, You, They لاحظة الكلمة البعضها غيمة غيمة يعني غير الإنسان يعني ما ينفع بحالة هي ولا شي ولا يو ولا وي ولا آي ما تظل عندنا احتمال بين استخدم إت أو استخدم ذي هذا الضمار بحالة الفاعل ما عدت ضمار ثاني إت بحالة المفرد وذي بحالة الجمعة إذا إنها مباشرة أكتب إت لماذا؟ لأنه وعدنا غيمة مفرد إذا استخدم الضمير إت طيب يقول شخص غيمة سوداء سوداء أو أسود بلاك هو يعرف أنه أسود بلاك سوداء يقول كيف سوداء؟ نفسها أسود سوداء سود إذن بلاك غيمة كلاود دائما الصفة تأتي قبل الموصوف يعني أنا أقول كلاود بلاك إذا الصفة قبل يكتب شخص مفرد يعني غيمة واحدة يضع أ بلاك كلاود بهذا الشكل لكن هذا الجملة خاطئة لماذا يستخدم خاطئة؟ حطاني إنها إت غيمة كلاود سوداء بلاك طب وين الخطأ؟ الخطأ ما بفعل إذا لم يكن هناك فعل واضح بالجملة نستخدم إما إز أو آر يعني إز يكون وآر أيضا يكون كيف فعل واضح؟ يعني ما في عندنا إيت درينك سي توق لذلك نستخدم فعل كون مع إت نستخدم فعل الكون إز بهذا الشكل تصبح إت إز أبلاك كلاود إنها تكون غيمة سوداء لا نكتب إت إز أكلاود بلاك كلاود غيمة إذن الصفة دائما تأتي قبل الموصوف يعني الغيمة شو صفتها؟ إذن سوداء إذن نضعها أو نضعها الصفة قبل بهذا الشكل تصبح جملة صحيحة أول شيء يجب أن نبدأ بحرف كبير يعني ما نكتب أضمير إت نبدأ بحرف صغير بهذا الشكل خطأ أيضا هنا جملة بفلسطوب بنقطة ووضعنا فعل كون إذا تصبح جملة بهذا الشكل صحيحة إنها غيوم سوداء لاحظ غيوم أصبحت جمع لا نستطيع أن نستخدم إت بهذا الحالة الجمع من إت هو ذي إذا نبدأ بذي غيوم كما نعلم الاسم نضيف له اس كلاود غيوم كلاود غيمة نضيف اس ننفضها ز كلاود غيوم سوداء أيضا بلاك بلاك كلاود غيوم سوداء إذن الصفة تأتي قبل الموصوف لكن شخص يقول لماذا لم نضع آ آ نضعها مع المفرد إذا كان مفرد نضع آ لكن هنا من الخطأ نضع آ هنا وفي اس الجمع يعني كيف جمع ونضع آ إذن نحذف الآ عندما نضيف اس الجمع ذي بلاك كلاود وهذا خطأ لماذا يا أستاذ طب ونه الفعل الجملة الإنجليزية بدون الفعل جملة خاطئة يجب أن يكون هناك فعل إذن إت نستخدم معها إز ذي نستخدم معها آ معتوا إز مع المفرد وآ مع الجمع إذن تصبح ذي آ بلاك كلاود إنها تكون غيوم سوداء وإنها غيوم سوداء شخص يقول طيب لماذا لم نجمع الصفة الصفة لا تجمع باللغة الإنجليزية لا نستطيع نقول بلاك كلاود إذن هذا خطأ الصفة يعني الصفة يعني ميزة لها تجمع أبدا إذن صار عندنا إت تجمع منها ذي وإز تجمع منها آر عندما وضعنا إس حذفنا الآن ضل عندنا بلاك نفسها كلاود أصبحت كلاودز هذا التغيير من مفرد إلى جمع الفكرة نريد أن نوصلها أنه إت الجرع منها شو ذي الآن إنه بيت جميل الحين إنها مؤنث إنه مذكر أيضا ماذا نستخدم قلنا إنها نستخدم إت إنه أيضا نستخدم إت وبعد إت أيضا نستخدم إز صرت ترجمتها إنه معاته إنها إت إز وإنه إت إز دائما إت إز يعني إنه أو إنه يكون إذا صار عدني إت ترجمتها هو وهي يعني المؤنث والمذكر غير الإنسان لماذا كما قلنا نأتي على الكلمة البعد إنه وإنها هنا غيمة مؤنث استخدم إت وإنه بيت مذكر أيضا استخدم إت إز بيت جميل كما نعلم بيت هاوس جميل نايس أو بيت فال تمام إذن ونضع أ مع المفرد تصبح إت إز آ نايس هاوس إنه يكون منزل جميل لاحظين إت إز نترجمها إنه وإت إز إنها تريد أن تختصرهم بهذا الشكل تصبح إت بدل عن آي نضع أبوستروفي يعني فاصلة علوية S بهذا الشكل نريد أن نستخدم حالة الجمع نلاحظ بعد إنها أجت بيوت بحالة الجمع كما قلنا الجمع من إت ما هو ذي ذي أيضا آر إنها بيوت كما قلنا هاوس بيوت جميلة أيضا نايس أصحف جملة إنها بيوت جميلة أيضا حذفنا الآن لماذا لأنه في عدنا إسا الجمع نايس لا تجمع كما قلنا الصفة لا تجمع باللغة الإنجليزية لأننا نقول نايس بهذا الشكل هذا خطأ دائما الصفة تكون مفردة أو نفسة يعني بالمفرد والجمع لا يضاف لها أي شيء إذا هذه مع الغير عاقل يعني غير الإنسان نستخدم إت إز مع المفرد إذا كان مذكر أو مؤنث وذي آر نفسهم مع المذكر والمؤنث نأتي إلى إذا كان مع المذكر ماذا نستخدم مع المذكر إنه ولد ولد مذكر إنسان معاته ما يستخدم إت ولا نستخدم ذي بحات المفرد ولا آي أنا ولو نحن ضلعدنا هي أو شيء مع الولد هي يعني هو هي بلاحظين كما قلنا إنه نضع إز هي إز يعني هو يكون إنه يكون بهذا الشكل ولد ولد مؤدب ولد كما نعلم بوي نضع نقطة في نهاية الجملة مؤدب بلايت بهذا الشكل كما قلنا إذا كان مفرد نضع آ تصبح هي إز أ بلايت بوي إنه ولد مؤدب أيضا الولد شو صفته مؤدب الصفة تأتي قبل الموصوف وضعنا آ لأنه مفرد يجب أن نضع فعل كون بعده إذا تصبح هي إز نترجمها هو يكون هو يكون أو نقول إنه بهذا الشكل نفسها لاحظين بدلا عن إت استخدمنا هي إز نفسها مع هي وشي إت نستخدم إز الآن أيضا استخدمنا نفسها بدلا البلاك استخدمنا بلايت بدلا الكلاود الغائمة استخدمنا بوي خلصنا نفس الشي يعني أريد أن أصل لفكرة أنه الإنجليزية نفسها فقط عبارة الكلمات تتغير معنا الآن إنهم أولاد بدل ولد وضعناه الجمع كما قلنا إت الجمع منها ذي أيضا هي وشي أيضا الجمع منها ذي ملاحظين إذن ذي نستخدمها مع العاقل وغير العاقل بحالة الجمع يعني مع الإنسان وغير الإنسان الآن نستخدمنا هي نقول ذي آر إنهم يكونوا لاحظين نفسنا إت إز الجمع منها ذي آر أيضا مع الولد العاقل المذكر نستخدم ذي آر أولاد شو الجمع من بوي بويز مؤدب نضع مثل ما هي بولايت لأننا نقول ببولايت هذا خطأ الصفة لا تجمع خلصنا هذه الجملة إذن تصبح ذي آر بولايت بويز إنهم إنهم يكونوا أولاد المؤدبون أيضا الصفة لا تجمع نفسها لاحظين ذي ذي آر آر بدأ البلاك حطينا بولايت بدأ كلاودز حطينا بويز نفس الشي لكن هنا غير عاقل وهنا عاقل يعني هنا غير إنسان وهنا إنسان لاحظين وإيضا لم نستخدم أ لأنه جمع نفس الطريقة إنها فتاة رائعة كما قلنا إنها ملاحظين هذه غير إنسان كتبنا إتئز لكن فتاة عاقل يعني إنسان يعني مؤنث يعني استخدم شو شي إذن تصبح she is يعني هي تكون أو إنها نفس الشي she is إنها تكون فتاة كما نعلم girl رائعة great لاحظين أيضا مفرد نضع a إذن تصبح she is a great girl إنها فتاة رائعة أيضا كما قلنا a مفرد الصفة great تأتي قبل الموصوف يعني هذا girl اسم نضع صفتها ميزتها يعني شو ميزتها الفتاة رائعة إذن نضع girl وشي إذن ترجمها هي تكون أو إنها لا نستطيع نقول it is it is a great girl it مع المذكر والمؤنث الغير عاقل لكن she هي مع المؤنث العاقل يعني الإنسان وهي مع المذكر الإنسان إنهن فتيات رائعات كما قلنا إنهن فتيات فتيات الجمع عن فتاة إذن جمع ما هو الجمع من هي وشي كما قلنا they نفسها معاتنا نبدأ الجملة ب they are they are هم أو هن يكن they are فتيات ماذا نضع girls لنعودنا girl فتاة girls فتيات رائعات نفسها great ما تغير يعني الصفة مع المفرد مع الجمع نفسها ما تغير كما قلنا الآن لا نستخدمها لماذا لأنه عدنا s الجمع تحذف الآن المفرد كيف يعني يكون عدنا مفرد ونضع السجمع أو نضع السجمع ونضع الآن مفرد ما يصير إذن they are great girls إنهن فتيات رائعات بهذا الشكل لاحظين إذن بعدها فعل وتكملة الجملة والصفة دائما نكتب ملاحظة هنا الصفة تأتي قبل الموصوف وأيضا نكتب ملاحظة ثانية لا تجمع الصفة في الإنجليزية أيضا he she it هذه بحالة المفرد الجمع منهم they بحالة الجمع أيضا إذن هل شيء بالمفرد they بالجمع a تحذف عند إضافة ال-s هذه الملاحظات مهمة بهذا الشكل الذي درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية تشكيل الجملة إنجليزية صحيحة وتكلمنا عن الضمائر بحالة المذكر والمؤنث والمفرد والجمع وكيفية استخدام الصفة باللغة الإنجليزية وكيفية جمع الأسماء بالتالي أستطيع أن أكتب جملة إنجليزية صحيحة بهذا الشكل نهاينا درسنا هذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشارك هذا الفيديو ووضع لك الفيديو يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته